السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الخامس الوحدة السابعة بعنوان استعمال الكسور المتكافئة لجمع وطرح الكسور الاعتيادية الدرس الأول تقدير نواتج جمع وطرح الكسور الاعتيادية الجزء الأول سوف تتعلم عزيز الطالب في هذا الدرس تقدير ناتج الجمع وناتج الطرح للكسور الاعتيادية باستعمال أقرب نصف أو أقرب واحد أو أقرب صفر ولنتعلم عزيز الطالب تقدير نواتج جمع وطرح الكسور الاعتيادية سنقرأ سويا فقرة حل وشارك صفحة 5 يحتاج عمر إلى واحد وواحد على اثنان متر من الخيوط تقريبا لديه ثلاثة قطع من الخيوط ذات أطوال مختلفة كما في الصورة من دون إيجاد الطول الدقيق أي قطعتين عليه أن يختار للحصول على واحد وواحد على اثنان متر تقريبا حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها ولفهم هذه الفقرة سنحل معا بعض الأسئلة السؤال الأول كم مترا يحتاج عمر من الخيوط؟ أحسنت واحد وواحد على اثنان متر تقريبا السؤال الثاني ما أطوال قطع الخيوط التي لدى عمر؟ أحسنت واحد على اثنان متر من اللون الوردي وواحد على ثلاثة متر من اللون الأزرق وسبعة على ثمانية متر من اللون الأخضر السؤال الثالث ما هو المطلوب عزيز الطالب؟ أحسنت يا بطل نعم أي قطعتين عليه أن يختار للحصول على واحد وواحد على اثنان متر تقريبا يمكنك استعمال الحس العددي لتقدير الإجابة أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا سنعرض عزيز الطالب أمامك حلان حل مجموعة مهند وحل مجموعة عبد الله استعمل مهند نموذج شرائط الكسور لإيجاد أقرب نصف أو عدد كلي لكل كسر وبدأ بي الواحد على اثنان كما يلي وأيضا واحد على ثلاثة كما يلي وتسأل هل واحد على ثلاثة أقرب إلى النصف أم أقرب إلى الصفر؟ وأيضا مثل السبعة على ثمانية كما يلي واستنتج أن السبعة على ثمانية أقرب إلى الواحد من خلال نموذج شرائط الكسور واستنتج أن ناتج جمع سبعة على ثمانية التي هي أقرب إلى الواحد مع واحد على اثنان قريب إلى الواحد على اثنان إذن قامت مجموعة مهند باختيار القطعة الوردية وهي واحد على اثنان متر والقطعة الخضراء وهي سبعة على ثمانية متر والآن مجموعة عبد الله حيث استعمل عبد الله خط الأعداد لإيجاد أقرب نصف أو عدد كلي لكل كسر فقام بتمثيل الكسور الثلاثة على خط الأعداد كما يلي وقال أن واحد على اثنان قريب إلى الواحد على اثنان وسبعة على ثمانية قريب إلى الواحد لذا فإن ناتج جمع هذين الكسرين الاعتياديين قريب إلى الواحد وواحد على اثنان وكل الحلان صحيح فإذا كانت إجابتك مماثلة فحلك صحيح وإذا كانت إجابتك مختلفة فقم بتصحيح الإجابة وبالانتقال عزيز الطالب إلى صفحة ستة السؤال الأساس كيف يمكنك تقدير ناتج جمع كسرين اعتياديين ولحل السؤال سنقرأ معا فقرتائه يلحم أحمد أنبوبين من النحاس لإصلاح تسريب ما سوف يستعمل الأنابيب المعروضة هل طول الأنبوب الجديد أقرب إلى واحد على اثنان متر أم إلى متر واحد وضح إجابتك عزيز الطالب قدر ناتج الجمع لإيجاد الطول التقريبي للإنبوبين معا ولحل السؤال سننتقل معا إلى فقرة P الخطوة الأولى استبدل كل كسر بأقرب نصف أو عدد كلي يسهل خط الأعداد تحديد ما إذا كان كل كسر أقرب إلى صفر أم إلى واحد على اثنان أم إلى واحد ولاحظ عزيز الطالب خط الأعداد كما يلي وهذان الكسران واحد على ستة وخمسة على اثنى عشر ولاحظ عزيز الطالب أن واحد على ستة يقع بين الصفر والواحد على اثنان ولكنه أقرب إلى الصفر كما يلي ولاحظ أيضا أن 5 على 12 يقع بين الصفر والواحد على 2 ولكنه أقرب إلى الكسر المرجعي 1 على 2 كما يلي عزيز الطالب وبالانتقال عزيز الطالب إلى الخطوة الثانية فقرى C أجمع لإيجاد التقدير 1 على 6 زائد 5 على 12 وكما لاحظنا عزيز الطالب أن 1 على 6 أقرب إلى الصفر والخمسة على 12 هي أقرب إلى الواحد على 2 وبالجمع صفر زائد 1 على 2 أحسنت عزيز الطالب نعم 1 على 2 إذن طول الأنبوب الجديد أقرب إلى 1 على 2 منه إلى متر واحد نظرا إلى أن كل عدد مضاف أقل من نصف فمن المنطقي أن يكون ناتج الجمع أقل من واحد وبالانتقال عزيز الطالب إلى فقرة أقنعني صفحة 6 أنقذ وبرر تقول سميرة أنه إذا كان المقام أكبر من ضعف البسط يستبدل الكسر الاعتيادي عادة بالعدد صفر هل هي على صواب؟ اذكر مثالا في توضيحك أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل سميرة ليست على صواب فالكسر الاعتيادي 5 على 12 أقرب إلى 1 على 2 منه إلى صفر على الرغم من أن المقام أكبر من ضعف البسط ملاحظة إذا كان البسط قريبا من المقام يقرب الكسر إلى 1 مثل 8 على 9 أو 22 على 24 لاحظ في هذه الكسر أن البسط قريب من المقام إذن ستقرب إلى 1 وإذا كان البسط قريبا من نصف المقام يقرب الكسر إلى 1 على 2 مثل 4 على 7 أو 5 على 8 لاحظ عزيز الطالب أن البسط هنا قريب من نصف المقام فأربعة قريب من نصف السبعة والخمسة قريب من نصف الثمانية إذن سيقرب إلى 1 على 2 وإذا كان البسط أقل من نصف المقام وقريب من الصفر سيقرب الكسر إلى صفر مثل 1 على 6 أو 2 على 12 لاحظ عزيز الطالب أن البسط هنا أقل من نصف المقام وقريب إلى الصفر فالواحد أقل من نصف الستة وقريب إلى الصفر إذن سيقرب إلى الصفر وبالرجوع عزيز الطالب إلى السؤال الأساس كيف يمكنك تقدير ناتج جمع كسرين اعتياديين والجواب هو يمكن استعمال خط الأعداد لتحديد أقرب نصف أو أقرب عدد كلي بالنسبة إلى الكسر الاعتيادي لتقدير ناتج الجمع أو ناتج الطرح نجمع الكسور الاعتيادي المرجعية أو نطرحها ويمكن استعمال الحس العددي للكسور الاعتيادي لتحديد ما إذا كانت التقديرات منطقية والآن عزيز الطالب أنت قادر على الإجابة عن أسئلة تدريب موجه في الصفحة السابعة في فقرة عبر عن فهمك التدريب الأول بر المنطقيا في المسألة الواردة في الصفحة السابقة هل يمكن الحصول على نفس التقدير إذا كان قياساء الأنبوبين على التوالي 2 على 6 متر و7 على 12 متر أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنت محاولة رائعة الحل ولحل هذا السؤال نقوم بتقدير ناتج الجمع لإيجاد الطول التقريبي 2 على 6 زائد 7 على 12 وباستخدام خط الأعداد نلاحظ عزيز الطالب أن 2 على 6 تقع بين الصفر والواحد على 2 وهي أقرب إلى الواحد على 2 إذن 2 على 6 تقرب إلى أحسنت 1 على 2 وسنمثل أيضا 7 على 12 على خط الأعداد ولنلاحظ أن 7 على 12 تقع بين الواحد على 2 والواحد وهي أقرب إلى الواحد على 2 إذن 7 على 12 تقرب إلى 1 على 2 وبالجمع عزيز الطالب 1 على 2 زائد 1 على 2 أحسنت يا بطل نعم هي 1 إذن سيكون التقدير مترا واحدا تقريبا والآن عزيز الطالب ننتقل معا إلى طبخ فهمك صفحة 7 في التمرينين 3 و 4 استعمل خط الأعداد لتحديد ما إذا كان الكسر أقرب إلى 0 أو 1 على 2 أو 1 ثم قدر ناتج الجمع أو ناتج الطرح وهذه هي التمرين أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنت عزيز الطالب محاولة رائعة الحل بالانتقال عزيز الطالب إلى السؤال الثالث قدر ناتج جمع 11 على 12 زائد 1 على 6 ولاحظ عزيز الطالب باستخدام خط الأعداد سنجد أن الكسر 11 على 12 يقع بين 1 على 2 والواحد وهو أقرب إلى الواحد ونلاحظ عزيز الطالب أيضا ونلاحظ عزيز الطالب في هذا الكسر أن البست قريب من المقام إذن سيقرب إلى أحسنت 1 والآن سنقوم عزيز الطالب بتمثيل 1 على 6 على خط الأعداد وسنلاحظ أن 1 على 6 سيقع بين الصفر والواحد على 2 ولكنه أقرب إلى الصفر إذن سيقرب إلى أحسنت صفر والآن لتقدير ناتج جمع الكسران سنقوم بجمع 1 زائد صفر وناتج التقدير هو أحسنت 1 وبالانتقال عزيز الطالب إلى السؤال الرابع سنقوم بداية بتمثيل الكسر الكسر 14 على 16 على خط الأعداد وسنلاحظ أن 14 على 16 سيقع بين الواحد على 2 والواحد وهو كما نلاحظ أقرب إلى الواحد إذن سيقرب إلى أحسنت 1 ولاحظ عزيز الطالب أن بتمثيل الكسر 5 على 8 سنلاحظ أنه يقع بين الواحد على 2 والواحد لكنه أقرب إلى الواحد على 2 إذن سيقرب إلى أحسنت ممتاز الواحد على 2 إذن تقدير ناتج الطرحي 14 على 16 ناقص 5 على 8 هو 1 ناقص 1 على 2 والإجابة هي أحسنت 1 على 2 إلى هنا وصلنا عزيز الطالب إلى نهاية الجزء الأول من الدرس على أمل اللقاء بكم في الجزء الثاني بإذن الله ترجمة نانسي قنقر